سنبقى إحنا رهينة لقرارات الاحتلال فيما يتعلق بإجراء شوف ده أقول لك شالي يلي فرض على إسرائيل يعملوا الانتخابات بالقدس 96 2005 و 2006 بقدرها جيبه بقدر هل برأيك ملف القدس كان شماعة ولا فعلا أنه الاحتلال لم يعطي الموافقة بمعنى آخر هل كانت الفصائل جاهزة والأحزاب الأخرى لا أشوف العملية الانتخابية كانت ماشية كانت منطلقة والدعاية الانتخاب وكل شيء كان ماشي الفصائل ما لهاش علاقة مجرد ما يعلن الرئيس تحديد موعد الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية تبدأ بالعدل عكسي بالمئة يوم تبعها الموضوع خرج من إيد الفصائل بعدش موضوع فصائل النظام السياسي الفلسطيني الطريقة الوحيدة لإعادة تفعيله وتطويره وإعادة بناءه والخيار الديمقراطي وليس خيار آخر والاحتكام للشعب وصندوق الاقتراح طويرات